السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها لفترة الجاية ان شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وافكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة هدفي من القناة عشانكم بكل الطاقات الايجابية اخلصكم من ايه تقاسة البيضة خيلة اه بوجهة لكم بتأثر على يومكم بتأثر على مجالكم الطاقة حلقة اليوم هنتكلم عن التفكير المستمر في الاشخاص وازاي اعرف ان في شخص معين بيفكر فيه في السر انا بفكر في شخص معين عايزة اتأكد من غير مسأل هذا الشخص عايزة اتأكد اذا كان هذا الشخص بيفكر فيه بيحبني ولا انا اللي شغل تفكيري بيه في الفادي في الحلقة دي ان شاء الله هاجبكم على هذا السؤال طبعا الشخص اللي بتفكر فيه وشاغل تفكيرك دايما تأكدي انك بتستقبلي طاقات منه تأكدي ان مجالك الطاقة استقبل طاقات من هذا الشخص لما استقبل طاقات من هذا الشخص هذي الطاقات اثرت عليك واثرت على سلوكك انت ما كنتيش كده الطاقة دي اللي بتدفعك ان انت تبحسي بتدفعك ان انت ترق بيه الطاقة اللي بتشعوري بيها دي هي اللي بتديكي الاحساس ان انت عايزة تدخل ترقب الايميل بتاعك ان انت عايزة تشوفيه على طول انت عايزة تسألي عنه ان انت ممكن تروحي بنفسك ترقبه في المكان اللي هو فيه ان انت عايزة تحرفي باي طريقة هذي الطاقة بتخليك تعملي سلوكيات انت استحالة كنت تعمل هذي السلوكيات ممكن انت او انت تبعسوا رسالة للشخص اللي بتفكره فيه مع ان كان من رابع المستحيلات ان انتو تعمله كده هذي الطاقة بتدفعك ان انت تتواصلي مع هذي الشخص باي طريقة عايزة تتواصلي معها باي طريقة عايزة تعرفي اخبار وعايزة ترقبه طيب الحاجات دي جاتلك منين لان في طاقة بتأثر عليك هذي الطاقة هي اللي بتخليك تعملي هذي السلوكيات وده دليل قوي جدا 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 ان في طاقة وصلت مجالك الطاقة انت في الظروف العادية وفي الايام العادية ما كنتيش كده انت كان يومك عادي طبيعي جدا 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 فجأة لقيت فيه قوة باور بيدفعك ان انت تعملي هذي السلوكيات وطالما فيه قوة بتدفعك اذا فيه طاقة وصلت لك تأكد ان فيه طاقة وصلت لك تأكد ان الشخص اللي بتفكر فيه بيفكر فيك وارسل طاقات وصلت لمجالك الطاقة وصلت لعقلك اللواعي عقلك اللواعي ارسلها لعقلك الواعي واثر على الجسم المادي فاصبح الجسم المادي اسير لما يستقبله من العقل اللواعي ويبدأ جسمك المادي يقوم بتصرفات استحالة كان يقوم بيها في الوضع الطبيعي فعلشان كده بقول لكم دايما الشخص اللي انتو شكين ان هو بيفكر فيكم فعلا بيكون بيفكر فيكم وبيرسل لكو طاقات قوية جدا جدا خصوصا اذا كنتو بتشوفوه قبل كده وكان عادي بالنسبالك وفترة معينة حسيتو بطاقة غريبة جدا انتجاه هذا الشخص حسيتو باهتمام قوي جدا لهذا الشخص حسيتو ان انتو مش قادرين ومش قادرين تبطلوا تفكير في هذا الشخص تأكدوا مليار مليار في المية ان هذا الشخص بيفكر فيكم وبيرسل لكم طاقات قوية جدا 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 هي اللي بتأثر عليكم هي اللي بتخليكم تعملوا هذه السلوكيات الطاقة اللي بتوصل لك بتكون طاقة موجهة وطالما طاقة موجهة اليك خصوصا بتكون قوية بتأثر عليك بقوة علشان كده ما بتبقاش قادر تطلع الشخص من تفكيرك على طول 24 ساعة الشخص مسيطر عليك مش قادر تطلعه من دائرة افكارك مش فجأة بيخطر في بالك لا هو في بالك طول الوقت على بالك طول الوقت ليل مع نهار حتى لما بتنام بيجي لك في الأحلام لأن الطاقة كلها محوطة مجالك الطاقي ودخلت وتشبعت إلى مجالك الطاقي وأثرت على جسمك الأسيري وأثرت على جسمك المادي وأثرت على عقلك اللواعي وعقلك اللواعي استقبلها وتشبع بيها وأرسل طاقات إلى العقل الواعي مش بس استقبلها وقال دي مجرد طاقات عادية لا ما ممكن فيه أشخاص كتير بيفكروا فينا في العالم لكن احنا مش بنفكر فيهم باستمرار في شخص ممكن يفكر فيك عادي أو يجي بسرتك عادي هنا بيطرق على بالك لكن مش بتفكر فيه باستمرار تفكير أو تورد أفكار عادي وبيروح لحاله إنما طالما هذا الشخص هذا الشخص معلق معك ومش قادر تنسى تأكد مليار فلبيا إن الشخص بيبعث لك طاقات موجهة قوية ومركز تفكيره عليك بصورة كبيرة جدا جدا وده اللي وصلك للحالة ووصلك للحالة اللي انت فيها دلوقتي إن انت مش قادر تخرجيه من دايرة أفكارك حاجة كمان مهمة جدا جدا بتوضح لك إن الشخص اللي بتفكر فيه بيفكر فيك باستمرار وهو إنك بتقابلي علامات كونية في هذه الفترة كبيرة جدا جدا هذه العلامات الكونية بمثابة طاقة برضو بتتوجه لك طاقة بتتوجه لك علشان تاخد بالك إن فيه شخص معين بيفكر فيك وهذا الشخص بيبان من العلامات يعني انت هتلاقي مثلا أشخاص كتيرة بنفس اسم الشخص اللي في بالك هتصدفي أسماء كتير جدا بنفس اسم الشخص هتلاقي أشخاص كتير جدا بيشتغلوا نفسي وظيفة الشخص هتتفاجئ إن انت بتلاقي صورة الشخص قدامك في كل مكان ممكن وانت بتتصفحي الفيس وانت بتتصفحي الإنترنت هتقابلي ناس شبهه هتقابلي ناس نفس وظيفته نفس اسمه نفس عربيته نفس ستايل لبسه هتشوفي حاجتك بتأكد لك إن هذا هو الشخص اللي بيفكر فيك هتلاقي ناس بيتكلمه عليه بطريقة مبالغ فيها في هذه الفترة قدامك مع إن في العادي ما كانوش بتكلمه على هذه الشخص قدامك لكن انت هتلاحظي وتتفاجئ بهذه العلامات وتقولي شمعن هذه العلامات بتظهر قدامي في هذه الفترة لكن انت مش بتتعجبي العلامات بتظهر قدامك وانت منتش واخد بالك فمن واجبي إن أنا أفهمك وهرفك إن دي علامات كونية لما تلاحظيها قدامك أي علامة خاصة بالشخص بتظهر قدامك في هذه الفترة تأكدي وتيقني إن هذا الشخص بيفكر فيك قلت وخصوصا لو هذا التفكير مقترن بالاستمرار يعني مستمر تفكير مستمر ما بيجيش فترة ما بيجيش ساعة وينقاطع ما بيجيش ساعتين وينقاطع إلا طول اليوم بتفكري فيه طول اليوم باستمرار وانت بتعملي أشغالك وانت بتعملي أي حاجة في يومك هذا الشخص مسيطر على أفكارك ومسيطر على مجالك الطاقة فهنا تأكدي تمام التأكد إن هذا الشخص بيفكر فيك يبقى قلت تتأكدي من حاجتين لو الطاقة وصلتك والطاقة بتدفعك إن أنت تقومي بسلوكيات معينة استحالك وتتقومي بيها في الأمور العادية وبتلاقي علامات كونية مرتبطة بالشخصية اللي أنت بتفكري فيها دول أقوى علامتين لما تلاحظيهم معاكي يعرفي إن الشخص اللي بتفكر فيه بيفكر فيك باستمرار دي علامات طاقية بنستشعرها وبنحسها في علامات مادية قوية مباشرة إن الشخص يجي يعترف لك إن فيه حد يجي يقولك إن الشخص ده معجب بيك إنه يقدم لك إيه دي بتدل على حبه دي علامات عادية علامات مباشرة أنا بتكلم عن العلامات الطاقية الخفية اللي بنستشعرها اللي بنحسها اللي بتوصل لنا من طاقة الطرف الآخر ونتأكد من خلالها إن هذا الطرف بيفكر فينا وبيبادلنا نفس الإحساس وبيبادلنا نفس المشاعر وبيكنلنا نفس طاقة الحب الحب ونفس مشاعر الحب اللي بنكنهاله وبنوجه هاله موضوع كبير جدا 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 ولسه فيه علامات قوية جدا جدا لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة حصريا